خلال الفترة الأخيرة تزايد القلق على صعيد دولي وإقليمي بعد سلسلة من التسريبات عن برنامج التجسس الإسرائيلي المعروف باسم بيقاسوس صراعات بين الدول أسماء صحفيين وإعلاميين وحتى رؤساء دول وسياسيين ورجال أعمال وشخصيات مشهورة على مستوى العالم تم التصريح بأنها مستهدفة في هذا البرنامج برنامج التجسس اللي يصل سعره إلى ثلاثة مليون دولار تقريبا لعملية واحدة من عمليات التجسس اللي يقوم بها هذا البرنامج برنامج يقوم بفتح الكاميرا يقوم بأخذ نسخة من المحادثات برصد مكان الشخص المستهدف بالتجسس الكثير والكثير هنحكو عليه بالتفصيل إن شاء الله من خلال هذا المقطع من حكاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حكاية جديدة من حكاوي حكيتنا اليوم عن برنامج التجسس الإسرائيلي المعروف باسم بيغاسوس لكن قبل كل شي خلينا ندخل ونشترك في القناة لغير المشتركين ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو في حالة إعجابكم هذا الفيديو وضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا أيضا التفاعل من خلال التعليقات المثرية لهذا الموضوع والدعم المحتوى الذي نقدمه في البداية دخلنا لجوجل وكتبنا كلمة بيغاسوس طبعا نتائج كثيرة جدا حوالي 696 ألف نتيجة البيغاسوس برنامج تجسسي يمكن تثبيته على أجهزة تشغيل بعض الإصدارات الخاصة بنظام iOS أو أي نظام آخر من أجل التجسس على الشخص المستهدف ومعرفة ما يقوم به على هاتفه المحمول والاطلاع على ملفاته والصور والوساط اللي يحتفظ بها فضيحة بيغاسوس هل أصبحنا جواسيس دون أن ندري بيغاسوس برمجية بيغاسوس اتحادات صحفي ألمانية تطالب بالتحقيق عقب فضيحة بيغاسوس إسرائيل تحاول احتوى فضيحة بيغاسوس يعني ماكروني عقد اجتماعا أمنيا لمناقشة برنامج بيغاسوس والكثير جدا من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع اللي هو البيغاسوس فضيحة بيغاسوس اتحادات صحفية ألمانية البيغاسوس ما هو البيغاسوس؟ خلن نعرج قبل على الويكيبيديا شكاتب عليه البيغاسوس هو برنامج تجسسي يمكن تثبيته على أجهزة تشغيل بعض أصدارات نظام iOS اللي هي شركة أبل أو أي نظام آخر من أجل التجسس على الشخص المستهدف ومعرفة ما يقوم به على هاتفه المحمول والاطلاع على ملفاته وكل الصور أو الوسائط التي يحتفظ بها في الجوال يعني يصل إلى كل عمل يقوم به يعني ممكن تشغيل الكاميرا بطريقة بدون ما يشعر بها صاحب التلفون وأيضا يمكن الاطلاع على الملفات الموجودة داخل الجهاز سواء كانت صور أو ملفات دوكمنتس مستندات أو ملفات بي دي اف بصيغة البي دي اف أو ملفات صوتية ويف ام بي ثري أو ملفات فيديو ام بي فور وغيرها من امتلالة الفيديو اللي ممكن التعامل بها من خلال الهاتف اكتشفت هذه البرمجية في 2016 يعني ليست حديثة برمجية البيغاسوس لكن هي موجودة خلال فترة سابقة وطبعا مرت بمراحل تطوير وحنشوفه حسب التفاصيل اللي معانا وذلك بعد فشل تثبيتها على ايفون احد النشطاء في مجال حقوق الانسان الاماراتي احمد منصور ما مكن شركة ابل من الانتباه لاستغلالها للثغرات الامنية بهدف الاختراك طبعا هذه في المرحلة الاولى اللي كانت في 2016 بعد فترة اصدرت ابل طبعا نظام تشغيل اخر اللي هو 9.3.5 وذلك بهدف اصلاح نقاط الضعف وبعد فترة اخرى اطلقت عليها بعض وسائل اعلام البرمجة الاكثر تطورا وذلك بعد نجاحها يعني نجاح البيغاسوس في التجسس على هواتف ايفون المعروفة بقوة حمايتها لبيانات المستخدم مقارنة بانظمة تشغيل اخرى ومن ناحية اخرى ذكرت الشركة المصنعة للبرمجية وهي شركة ان اس او ان لها اذن من بعض الحكومات للاستمرار في صناعة البرنامج وذلك للمساعدة على مكافحة الارهاب والجريمة على حد زعمها يعني الشركة هذه اللي هي شركة الان اس او اللي هي تقوم بالعمل على هذه البرمجية قالت ان بعض الحكومات اعطتها اذن بالاستمرار في تطوير البرنامج ليش للمساعدة على مكافحة الارهاب والجريمة اذا البيغاسوس هو اسم يطلق على برنامج تجسس يثبت على اجهزة تشغيل بعض اصدارات اي او اس البرنامج لا يعمل من تلقاء نفسي طبعا هذه معلومة مهمة يعني البرنامج ما يشتغلش بروحة بشكل اوتوماتيك لي انما هو يستهدف المستخدم من خلال دفعه بطريقة من الطرق الى النقر على رابط خبيث ما يمكن او مما يمكن من تحميل بيغاسوس التي يتمثل دورها في كسر اي او اس على الجهاز يعني تطبيق البيغاسوس ما يشتغلش بشكل تلقائي الناس الان تخاف تقول لك اه معناها احنا قد نكون تم التجسس علينا لا يا حبيبي البيغاسوس تأتي اليك رسالة اس ام اس او رسالة عن طريق التطبيقات المختلفة سواء كان وسائل التواصل الاجتماعي او الواتس اوب او غيرها بمجرد النقر على هذه الرسالة يتم تنزيل البرنامج بدون ما تشعر طبعا مش حاجيك رسالة تأكيد تثبيت يتم تنزيل البرنامج على الهاتف ومن ثم يتم التحكم في هاتف الشخص المستهدف من كسر اي او اس على الجهاز وبالتالي التمكن من قراءة الرسائل النصية لما يشتغل بيغاسوس في هاتف الضحية يتمكن من يدير البرنامج من قراءة الرسائل النصية من متابعة المكالمات وتسجيل حتى المكالمات جمع كلمات المرور الموجودة في الهاتف تتبع موقع الهاتف المكان اللي ينتقل للشخص اللي حامل الهاتف طبعا عن طريق تقنية الجي بي اس المعروفة وجمع بيانات التطبيقات بما في ذلك الجيميل اللي هو البريد الالكتروني الفايبر الفيسبوك الواتس اوب تليجرام وسكايب وغيرها من البلاتفورمز والابليكيشنز إذن هذا هو البيغاسوس استهداف الصحفيين الاكتشاف اكتشف الثغلات الأمنية طبعا يحكي عن الاي او اس قبل عشر سنات من اللي هي بداية ظهور البرنامج لكن الجديد في البرنامج الآن ظهور أسماء هذه الأسماء تقول أن تقول بعض المصادر العلمية طبعا أن هواتف هؤلاء الأشخاص وهذا العدد الكبير من الناس تعرض للتجسس طيب خلينا ننتقل إلى جانب آخر ما هو برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس وكيف يخترق الهواتف الذكية تقرير خلال السبوع الجاري كشف عن العثور على برنامج البيغاسوس استهدف مراقبة أكثر من ألف شخص في خمسين دولة من بينهم مئتين صحفي عمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث مصمم خصيصا للهواتف طور بواسطة NSO حسب الڭارديان صحيفة البريطانية المشهورة البرنامج اللي هو من مؤسسة الـ NSO يمكنه تسجيل مكالمات المستخدم ونسخ رسائله وتصويره تصوير المستخدم يعني تشغيل الكاميرا المقابلة الأمامية عبر الكاميرا الهاتف الذكي على مدار 24 ساعة ودون أن يعلم يعني بدون ما تجيك إشارة أن الكاميرا تشتغل طبعا يعتبر أقوى برنامج تجسس تم تطويره على الإطلاق وهو من أخطر البرمجيات اللي تم تطويرها حتى الآن البيغاسوس برنامج قرصنة أو برنامج تجسس إسرائيلي تم تطويره وترخيصه للحكومات في جميع أنحاء العالم من قبل شركة NSO Group شركة هذه إسرائيلية البرنامج فيه برنامج أو برمجيات خبيثة يعني Function و Procedures داخل الـ Application تقوم بالتجسس والمراقبة وعندها قدرة على اختراق مليارات الهواتف الذكية أنتم تخيلين مليارات الهواتف الذكية اكتشفوا أقدم نسخة من البيغاسوس 2016 وبعدين طبعا تم تطويرها شركة تجسس تشن هجوما ضخما على مستخدمي واتس أب في الفترة اللي فاتت اللي وسمعته كان فيه إشكالية في الواتس أب وشركة واتس أب رفعت حتى قضايا على هذه الشركة وحاولت الـ NSO طبعا في النهاية قالت نحن نحصل على أذنات من الحكومات كما علمتم منذ قليل البرنامج يستهدف تطبيقات التراسل الفورية بمجرد تثبيت على الهاتف يمكن أن يجمع معلومات أو يستخرج ملفات من جهاز المستهدف إلى جانب قراءة الرسائل القصيرة الـ SMS وسجل جهات الاتصال وسجل المكالمات رسائل بريد التروني تاريخة صفحة الانترنت كل هذه المعلومات طبعا عملية اختراق التم لهواتف آيفون يكون ذلك بطريقة تسمح للمهاجم بالحصول على ما يسمى بامتيازات الجاذر أو امتيازات إدارية الخاصة بالجهاز كما يمكن للشركة المطورة لبيغاسوس التحكم بهاتف آيفون أكثر مما يمكن لمالك الجهاز القيام به يعني شيء خطير فعلا وشيء يجعل العالم يقف على رجليه كما يقال ويمسك بطمة فضيحة بيغاسوس هل أصبحنا جواسيس دون أن ندري طبعا هذا مقر الشركة وهذا اللغم تاحها الأخبار المتداولة بأنه ربما تم استخدام برنامج تجسس الإلكتروني الإسرائيلي بيغاسوس في مراقبة الصحفين والنشطاء وحتى القادة السياسيين تؤكد أن برامج المراقبة باتت معروضة للبيع الآن طبعا في الماضي القريب إذا أرادت أجهزة الأمن معرفة ما يفعله بعض الناس كان الأمر يتطلب قدرا لا بأس به من الجهود لتحقيق ذلك كان على الجهات الأمنية الحصول على تصريح للتصنط على الهاتف أو زرع شريحة في المنزل أو إرسال فريق للمراقبة أن معرفة من تتصل بهم وكيف تقضي حياتك اليومية كان يتطلب سابقا الصبر والوقت الآن تقريبا كل شيء متاح الأحاديث الأماكن الاهتمامات كلها موجودة في الجهاز الموجود بين يديك اللي هو الهاتف يمكن الوصول للهاتف عن بعد دون أن يلمسه أي شخص ودون أن تدرك أنت أيضا أن مساعدك الرقمي اللي هو الهاتف قد تحول إلى جاسوس عليك لصالح جهة أخرى طبعا هذا بالنسبة للشخصيات المهمة يعني نعمل نحكيش عن الشخصيات العادية والشخصيات البسيطة اللي كيفنا لكن رؤساء الدول والسياسيين والناس اللي هم على قدر عالي من الأهمية والتأثير في المجتمع أكيد أن معلوماتهم تبقى قيمة وتستخدم حتى كشيء من سياسات حتى زي الفيديا بعض الجرائم الإلكترونية اللي يقوم عليها التجسس تأخذ معلومات شخص معين ويبتز بيها وهذه جرائم طبعا يعاقب عليها القانون بشكل واضح نحن القانون عندنا في ليبيا واضح في هذه المسائل لكن في بعض الدول لعله يعني عدم ضبط وعدم إثبات هذه الوقائع طبعا القانون يعاقب على هذه الأفعال القانون يعاقب على الابتزاز والجرائم الإلكترونية والقوانين الرادعة موجودة في حالة إثبات مثل هذه الجرائم على أي شخص يقوم بها أيضا هناك قلق دولي وعالمي بعد تسريبات عن برنامج بيغاسوس يتزايد القلق على الصعيد الدولي بعد سلسلة من التسريبات عن برنامج التجسس الإسرائي الإسرائيلي بيغاسوس يهدف البرنامج طبعا من شركة NSO كما قلت لكم للاستفادة من الثغرات الأمنية في برامج الهواتف الذكية للوصول للبيانات برنامج بيغاسوس يستخدم على نطاق واسع من جانب أجهزة استخبارات في عدد من الدول ويستخدم في اختراق هواتف المعارضين السياسيين الصحفيين الناشطين في جميع الحال العالم لأنه عندهم قدر كبير من المعلومات قائمة أرقام الهواتف في قاعدة بيانات مصربة تضمنت رقم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكوه بحسب صحيفتين لوموند الفرنسية والغارديان البريطانية نفى المغرب أن يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس على مواطنين ومسؤولين أجانب لأن طبعا صحيفة القارديان قالت أرقام الهواتف المحمولة ل13 رئيس دولة ورئيس حكومة كانت مدرجة على هذه القائمة في إسبانيا قالت صحيفة البايس اليومية أن الحكومة الإسبانية ربما استخدمت برنامج بيغاسوس للتجسس على بعض الأشخاص البارزين يسموا فيهم انفصاليين في تلك المنطقة طيب أنا أحاول هنا مثلا كتابة سعر بيع برنامج بيغاسوس حتى أخذ معلومات متعلقة بسعر البيع مشروع بيغاسوس تسريب خطير مدعي العام يفتح ثقيقا بعد شكوى بشأن برنامج بيغاسوس مراسيم بلا حدود صالب إسرائيل بوقف بيع برنامج التجسس بيغاسوس 28 مليون دولار كذا نشوف هذا الموضوع اللي يحكي عن البرنامج ثمانه 55 مليون دولار ثمانه 55 مليون دولار هنا مثلا بيغاسوس ثري مقابل 55 مليون دولار تم قبل بضعة أشهر هنا مثلا NSO هي شركة إسرائيلية تقوم بتطوير هذا التطبيق مدى خطورة البرنامج شركة كاسبر سكاي المشهورة ببرامج الانتي فيروس متخصة هي في برامج الحماية تقول أن بيغاسوس مؤلف من وحدات يقوم أولا بعملية سكان للجهاز مسح الجهاز يثبت الوحدة ضرورية لقراءة رسائل مستخدم بريد الانكتروني والاستماع للمكالمات والتقاط صور الشاشة طبعا كل هذه الجزئات حكينا عنها بإمكانه الاستماع إلى ملفات الصوت المشفرة قراءة الرسائل المشفرة بفضل قدراته في تسديل نقرات المفاتيح وتسديل الصوت ويسرط الرسائل قبل تشفيرها والرسائل الواردة بعد فك تشفيرها يعني برنامج يعتبر من أخطر البرامج فعلا اللي هو برنامج البيغاسوس بالنسبة لحجم الانتشار على مدى العامين الماضيين مسح مختبر سيتيزن لاب الانترنت بحثا عن خوادر مرتبطة بالبيغاسوس وجد آثاره في 45 دولة من بينها 17 دولة عربية الشركة الإسرائيلية المنتجة للبرنامج تقول أن لديها أذونات من الحكومات بتطوير هذا البرنامج وتسليمها للحكومات حتى تقوم بعملية المراقبة البيغاسوس من برامج التجسس باهظة التكلفة ووفقا لقائمة أسعار 2016 حسب موقع Fast Company شركة NSO تطلب 650 ألف دولار من العملاء مقابل اختراق 10 أجهزة إضافة إلى نصف مليون رسوم تثبيت البرنامج هذا قبل 17 ساعة نازلة هذه المعلومة هذا فيما يتعلق بسعر بيع برنامج بيغاسوس إذن هذه كانت المعلومات المتاحة من خلال الجوجل وكيف ما شفته لتطبيق البيغاسوس البرمجية التجسسية اللي تثبت على أجهزة تشغيل الهواتف الذكية هذه كانت معلوماتنا اليوم وهذه كانت حكايتنا اليوم في الختام أذكر غير المشتركين معنا بأن يشتركوا معنا في قناة حكاوي علي ليصلكم كل جديد ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو لو أعجبكم هذا الفيديو حتى الملتقى دمتم في أمان الله وتذكروا أنكم تديروا شي جميل وشي طيب وعمل صالح يبقى لكم اليوم السلام عليكم ورحمة الله